وفقاً للمعلومات، الإعلامي المختفي كان يعيش في الولايات المتحدة وليس روسيا وعليه تقع المسؤولية جزئياً على عاتق واشنطن التي اختارها بلد اللجوء ليس لدي ما أقول علينا انتظار نتائج التحقيق وروسيا لن تخرب علاقاتها مع السعودية قبل معرفة الحقيقة فهذا الإعلامي كان مقرباً من النخبة السعودية وفي حال أظهرت النتائج أن ما وقع كان عملية قتل عندها سوف نتخذ القرار اشتركوا في القناة